بهذا الفيديو رح نشوف ردة فعل المجرمين لما سمعوا الحكم النهائي لبقية حياتهم معاكم شالهوب لا تنسى اللايك وتعليق حلو مثلك ونبلش المقطع مع المجرم الأول هذا الشخص اسمه سيدني سيدني كان بالمحكمة بتهمة محاولة التعرض لحبيبته السابقة بالبداية كان مبين عليه محترم وابن عالم وناس لكن كل شي تغير لما دخلت عائلته لتحضر جلسة للحكم حاول سيدني انه يتكلم مع امه اثناء الجلسة وكيد هذا الشي غير مسموح لانه بالنهاية هاي محكمة موصف اول ابتدائي فيقول القاضي لسيدني انه ما يتكلم مع حدا ويظل واقف مكانه وهذا الشي اللي خلى سيدني يفقد عصابه ولانه توترت الامور بين سيدني والقاضي يؤمر القاضي باغراج سيدني من قاعة المحكمة لكن المشكلة انه ما بغير هاي الشرطية المسكينة بالقاعة فيستغل سيدني هالشي ويحاول يضرب القاضي ونشوف كاتبة المحكمة وهي تهرب مشان ماتك والضربة بالغلط وهم سيدني صارت تصرخ بالقاعة وحتى اصدقاؤه مصدومين ومعارفين ايش يسوون الوضع صار فوضى تماما وبالنهاية قدر القاضي والشرطية انهم يمسكونوا لبينما وصلت النجدة المهم سيدني كسر الهاتف وشاشة الكمبيوتر وانحكم 48 ساعة اضافية بسبب الفوضى اللي صارت لكن بصراحة انا لو كنت قاضي كنت حكمت اقل شي اسبوع اضافي والحمد الله اني مقاضي هل برأيك هاي الفوضى وعدم احترام المحكمة يستحق عليها اكثر من 48 ساعة او لا لكن المجرم الاكثر خطورة هو هذا هذا الشخص اسمه راين بعام 2015 قرر راين انه يلعب جي تي اي بالحياة الواقعية وفعلا سوى جريمة سمعت بيها المنطقة كلها راين نزل على الشارع وسارق سيارة والمشكلة انه بداخل السيارة طفل عمره اربع سنوان استمرت مطاردة الشرطة لراين لاكثر من ساعة وتم تصوير المطاردة كاملة من خلال طائرة الهليكوبتر خلال المطاردة وصلت سرعة راين لاكثر من 100 كم بالساعة وحتى انه وقف الطريق وسرق اكثر من سيارة وحاول انه يدعى الشرطي كان واقف بالشارع وبالاخير سوا حادث وحاول انه يهرب من المكان لكن تم اعتقاله تم اعتقال راين بتهمة الخطف وسرقة السيارات والاعتداء على الشرطة وبالمحكمة بلش راين يبكي ويقول انه اسف ويتمنى من المحكمة تعطيه فرصة لكن اثناء مراقبة المحكمة لمكالمات براين وهو بالسجن شافه انه كان يضحك ويتفاخر انه طلع على الاخبار العالمية هذا الشي خل المحكمة الضاعف العقوبة وتم الحكم عليه بالسجن 160 سنة ولما سمع راين سبب الحكم رجع يبكي ويعتذر مرة ثانية لكن هذا المجرم كانت ردة فعله مختلفة تماما هذا المجرم اسمه سميث وبأحد الايام اعتدل سميث مع اصدقائه على شخصين بالشارع واطلق عليهم النار مات الاول والثاني صار عنده شلل دائم وبالمحكمة حضرت والدة الشخص اللي انصاب بالشلل لجلسة الحكم ولما مشرم سمع الكلام بلش يبكي ويطلب الرحمة من القاضي لكن القاضي تشارز ما ابتأ اي رحمة اطلاقا وحكم عليه بالسجن المؤبث حتى الموت اما هذا فهو المجرم الاكثر خطورة هذا المجرم اسمه برايس برايس اطلق النار وانها حياة كريستيفور لكن اخوان كريستيفور لاري واللي عمره 14 سنة وموري عمره 16 سنة كانوا شاهدين على الجريمة فقرر المجرم انه يتخلص منهم ويقتلهم تحس انه هذا المجرم عبارة عن كتلة من الشر خصوصا لما بدأ يهدد القاضي بالمحكمة وهدده بقتل عائلته كلها وبالنهاية تم الحكم عليه بالسجن المؤبث ل300 سنة وهي عبارة عن 100 سنة لكل شخص قتله ونروح للمجرمين الاكثر خطورة ورعبا هذا المجرم من روسيا وعمره 18 سنة تم اعتقاله لانه قتل اخته وحتى اثناء المحكمة كانوا حاطينه بقفص زجاجي لانهم خايفين منه ورغم الشيح حاول انه يهرب من فتحة السقف لكن اكيد كانت محاولة فاشلة مع كل هالشرطة اللي حواليه تم الحكم عليه بالمؤبث لكن الغريب انه لما سألوه ليش قتل اخته قال انه الشيطان هو اللي امر بهذا الشي وسألوه اذا كان ندمان او لا وكانت اجابته انه هو سوى الاوامره بس فعلا هالشخص غريب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة